اشتركوا في القناة وبيستكمل الرب حديثه وحواره معها وهيبتدي يعلم لها حقائق روحية في منتهى الأهمية هيبتدي كمان يكمل في حديثه معها عن حاجات بما يختص بالسجود والعباد الحقيقي للرب اللي إله طالبها بداية أحبايا عايز نشوف مع بعض إزاي أنه المسيح نفسه طلب من المرأة السامرية دي عشان تديله يشرب من ماء البئر وبعد ما ردت عليه السامرية بتسأله إزاي وإنت يهودي وأنا سامرية بتطلب مني أن أنا أسقيك مية يعني إزاي بتتواصل معايا أصلا إزاي بتعمل معايا حديث وكان الرد من الرب عليها رد غريب جدا على أذنيها قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبتي أنت منه تعطاكي ماء حي ماءا حيا عدد عشرة وهنا أحب أن أوأ عن أنه التعبير ماء حي ليه مدلول روحي عميق في العهد القديم فمثلا في قرمية أصحاح 2 بيقدم الله نفسه للشعب على أنه ينبوع الماء الحي المياه الحية وده بيتكلم عن نعمته اللي بتقوم بتطهير وقوة الروح القدس بعملية التقديس القوة المغيرة مثلا في حسقيال 36 نفس المعنى بيشوف أنه هنا كمان يحنى بيقدم المسيح بصفته الماء الحي بترمز له الحياة الجديدة النقاء التطهير بالروح القدس وفي يحنى 7 يستكمل الرب الفكرة دي بتتكلم عن عطش الإنسان إلى الله للماء مثلا في مزمور 42 في المزامير بيقول عطشة نفسي إلى الله إلى الإله الحي ومن صفات الله الكثيرة صفة تكونه ينبوع الحياة مزمور 36 بيقول أنه معطي الحياة الماء الحي اللي بيروي إلى الأبد عطش الإنسان إلى الله أعلن يسوء أحبائي المسيح اللي الله ظهر فيه في الجسد أنه ما فيش غيره يقدر يدي هذا النوع من الحياة وهذه الكيفية من الحياة الجديدة اللي بتروي عطش الإنسان في الجزئية دي واللي بعدها بنشوف كمان إزاي استخدم المسيح حاجة للمرأة السامرية الحاجة المادية اللي بتساعده إنه يوصل لها حقيقة روحية عن التجديد الروحي زي ما الجسد بيحتاج الطعام والشراب وبالتالي بيجوع وبيعطش كذلك الروح أيضا والمرأة دي للأسف ما فهمتش الفكرة وخلطت بين الروح والجسد والجسد فكان الرب بيكلمها عن عطشها الروحي وهي مش واخد بالها فكلنا كبشر بنهتم إننا نطعم جسدنا ونسقيه جيدا مش كده يعني أكيد وبنحرص على إننا لا نحرم جسدنا من الطعام والماء واللازم لكن ليه بنهمل أوقات إنه نطعم ونسقي أروحنا زي ما بنهتم بأجسدنا حباء المسيح له المجد هنا بيقدم نفسه لنا على إنه زي الماء للجسد هو للروح من غيره نموت روحيا للأبد وبيه وحده ككلمة الله الحية الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده هو بكلمة بكلمته الحية الكتاب المقدس يقدر يشبع جوعنا بالروحي له وعطشنا وعطش نفسنا له ونشوف الأعداد التالية كمان إزاي لما المرأة ما فهمتش كلام الرب بالشكل وبالمعنى الروحي اللي قصدوا الرب لها حول الحوار بشكل مفاجئ عشان يركز على احتياجها الروحي الحقيقي لتغيير القلب لتطهير من الخطيئة ولما شافت المرأة أن المسيح بيعرف كل حاجة عن مضيها غيرت الموضوع بسرعة كأنها حرجت يعني أنه ابتدت عرها كشفها فضحها فضح مضيها المشين وقات إحنا بيحصل معنا كده على فكرة بنشعر بعدم الارتياح لما حد يفتح معنا حديث عن خطيانا ومشاكلنا ومضينا وذكرياتنا المؤلمة والأحداث اللي مر لنا بيها في الماضي ربنا ساعدنا إزاي نتعامل مع بعض بلطف ورقة ويكون هدفنا دايما الإصلاح الإصلاح أخيرا عايز أقول لما ذهبت المرأة للحديث عن موضوع العبادة ومكان العبادة الجغرافي وما إلى ذلك ربما عشان تعايل الموضوع عايزة تغروش على ماضيها شوي والحديث عن ماضيها كستار يعني بتتخفى وراه كانت بتخفي أكيد تحت الكلام ده يعني عمق روحي أو بالأحرى احتاجها لأشيء روحي عميق وبنشوف الرب رد مرة تانية عليها عن كيفية العبادة الصحيحة المرضية عند الله وقال لها بكل وضوح أن الموضوع الموضوع يا ست لا يتعلق بموقع جغرافي هنا أو هناك لا هنا ولا هناك لا في أوريشاليم ولا في السامرة لكن الموضوع بيتعلق بشخص مش بمكان شخص الذي هو موضوع العبادة الوسيط الوحيد بين الله والناس الطريق الوحيد إلى السماء اللي بيوصل للسماء طريق المضمون الوحيد اللي للسماء بيوصل اللي ليس بأحد غيره الخلاص ما فيش اسم تاني تحت السماء وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص اللي اسم يسوع له وحده تكتو كل رجبة مما في السماء ومن على الأرض حتى تحت الأرض نعترف بشخص المسيح كالمخلص ونيجي قدامه ونقول له يا رب احنا عايزين جعانين ليك وعطشانين الماء اللي تقدمه ماء الحياة اللي من يمتلكه فعلا يجد الحياة الأبدية فيك وحدك يا يسوع له كل المجد للأبد ربنا يكون معاكو أحبايا